موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد الفيديو ديال اليوم غدي تكون حياة منزلية دكية لي مفيدة جدا تنضيف البيت وكذلك تنضيف مهم فيها بزاف ديال الاشياء اللي ممكن انها تسهل عليكم حياتكم اليومية صراحة شحال هادي مدرس هادي نعمل فيديوهات اللي انا كيعجبوني بزاف وكنستمسع فاش نكون نحضرهم فالي كان يهمكم الفيديو وبغيتوا تشوفوا هاد الحياة البسيطة اللي اقترحتها عليكم اليوم خليكم معايا وتبعوا الفيديو الاخر موسيقى اول حيلة غدي نحتاجوا لها هاد ما عارش شنو اسميتهم مهم هاد لعيبات هادو اللي كيجو هاكا في الالوان جايين بحلقتينات صغيرين انا غد تلقوهم في جميع المحلات يتباعو او مكتبات او محلات اللي كيبيعو الاشياء الخاصين بالدي اي واي هادو را هاد السنة كانوا لالامود يعني كتلقوهم في الكسواف صندالات يعني كذلك هاد نحتاجوا واحد المقبض اللي هو الخاص بالنشير هادو اللي كيكونوا خشبية بهذا الشكل هادا او اللي يكون بلاستيكي مهمة لحسبكم هاد ناخدو الكولا هاد نبدو لسقوهم هكا ونديروهم في الوينات مهم اللي احنا عاجبيننا وغادي نحصلو الى هاد الشكل هادا كي مشتو ومبيد هاد فاش غادي نستعملو غادي نستعملو في السيارة غادي نوضعو في هاد البلاسة هادي اللي كيخرج بها يعني البرد ديالها كليم وهادي نديرو فيها يعني اي ريحة معطرة او لزيت اساسي معطر اللي كتكون فيها رائحة جميلة اي عطرة كي يعجبنا نديروها فيه وفاش كنكونو مخدمين يعني هكا الكليماتيزر او للسخن يعني اي هوا خرج من تماغة دي يعطينا رائحة جميلة للسيارة فهاد الحيلة صراحة رائحة وزوينا ومشي ضروري دائما تخليوا اللاصقة ما فاش يعني تساليوا منو تحيدوه ودائما تخليوا عندكم واحد العطر صغير او لا واحد زيت الاساس بالرائحة اللي تعجبكم في السيارة وتبقى وقتاش ما بغيتو تديروش رائحة زوينا في السيارة تلقاوها عندكم فهاد الحيلة بنسبة لي انا رائعة نتمنى انها تفيدكم ثاني حيلة واللي هي كتساعد بزاف صراحة وكتسهل علينا بزاف فاش كنوقعو في هاد المشكيلة هادي اللي هي المسكة او لا العلكة فاش هكا كنقلسوا عليها هكافشي كتلسق لنا هكافشي سروال سيخشو وليدات نها كما يعرفوش فيني يقلسوا اه يقلسوا في شي بلاسة تكون فيها المسكة وتلسق لهم في السروال فما كتبغيش تحيد لينا بسهولة الحل السهل المهلوه انكم ساخدوا قطع من التلج وسبقوا تدوزوهم على ديك المسكة بهاد الشكل هادا وغادين وكتحيدو في هاديك المسكة او للعلكة بنسبة الاخوات العربيات المسكة هي العلكة ونبقاو غادين معاها كماشتو بهاد طريقة هادي حتى تحيد لينا شوية بشوية وبقاو نحيدو وراك تحيد بكل سهولة كماشتو انا ما بغيتش نحيد لقطات في المونتاج خليتها هكا باش شوفو طريقتيني شان كيفاش نديلها غادا وكنحكا بالاضافير ديالي او للمكاشوتكم تفرد ديرو هاكا واحد المسلي ما يكونش ماضي وتبقاو تحكو في ابيها وصافي وكتحيدو ولا رسقت ليكم في اي حاجة مش يغيدين يعني اي نوع نوعية دي السروال ايتوب غا تحيد ليكم بكل سهولة والنتيجة كما اشتو هي هادي نتمنى ان هاد الحيلة التانية تنفعكم موسيقى 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 بالنسبة للحيلة الثالثة واللي عجبتني صراحة بزاف اللي بغيت نشاركها معاكم هي هاد المنظم هذا الخاص بالمطبخ يعني كنضمو فيه اطباق او لاي حاجة مهم هادا تلقوه يتبع في بزاف ديال المحلات وكذلك في المواقع الاسيوية بالنسبة لهذا ممكن انكم تستعملو في تنظيم الحقائب ديالكم صراحة كينضم بواحد شكل رائع وما كياخدش مساحة كتيرة يعني في البلاكار او لا في اي بلاسة انتو ما بغيتو تحطو فيها الحقائب ديالكم صراحة ما كياخدش مساحة وكينضم بكل سهولة وهكا كيبقوا بينيلكم حسا الحقائب ديالكم اللي بغين تستعملوهم يعني وقتاش ما بغيتو شي واحد كتجبدوه بكل سهولة كماشتو وفاش تساليو منو ممكن انكم ترجعوه البلاستو صراحة هاد الحل رائع نتمنى انه ينفعكم وبنسبة لهذا المنظمات كيما قلت لكم غادي نحاول نشوفه شكينين في المواقع الاسيوية اللي نتقدم منهم ونشاركهم معاكم اما هادا انا اخديته هنا من محلات دولاراما اللي غادي تسولني راه موجود وبثمن لي هو جدا مناسب فكيما اشتوف البلاكار كيجي بهذا الشكل هادا فانتمنى ان هاد الحيلة الثالثة تكون فاديتكم ونالت اعجابكم اما بنسبة الحيلة الرابعة فهو في المكتب ديال ولدتنا اولا اللي كيقراو نديروا واحد العلاقة بهذا الشكل هادا هاد العلاقة ترى موجودين كيلسقو غيب السكوتش اللي فيهم ونديروها علاجا بالمكتب وهكا فاش كيجي ولدنا من المدرسة يعلق فيها المحفظة ديالو اولا الحقيبة ديالو بهذا الشكل هادا كيما شتو باش تبقالو المكتب ديالو منظم وهكا ما يتلحش يعني المحفظة ما تتلحش غيب في الارض هكاك بنسبة الحل الاخر هو فاش هكا نبهو لسقو ستيكرز هكا في شي قريعة هكا اللي عندنا في المطبخ فنقترح عليكم واحد الحيلة اللي غات تكون داكية شوية هو انكم هكا فاش تكتبو اولات ام بريمي وش هسمية اللي بغتو تلسقوها في شي قريعة تديروها هكا في سكوتش عادي بهذا الشكل هادا ومبيت تحاولو انكم تضغطو عليها يعني هادك الكتبات ضغطو عليها باش تلسق مزيان مع هادك سكوتش ومن بعد هنجيبو الكاس اللي غنديرو فيه الماء الماء العادي وغادي نخليوها تقريبا واحد جوش دقائق حسن ثلاثة دقائق هادك الوريقة مع السكوتش في هادك الماء ومبعد ما تدوز هادك جوش دقائق هدي نحاول انني نحيد جميع هادك الورق اللي كاين وبها الطريقة غادي تلسق هادك الكتابة في السكوتش اللي درناه وغادي جيكم هكا تيكيا اللي هي تخونس باهون وفيها هادك الكتابة هاكاك تلسقوها ودي يعني بحلركو يعني شاريين هادك القريعة ديجا مكتوب فيها هادك الكتابة هادك يعني مش انتم اللي لسقتوها صراحة هاد الحيلة هادي داكية جدا وعجبتني واكيد ادي نعتمدها في المطبخ يعني في الجميع القريعة اللي عندي لانه صراحة عجبتني بزاف وبالنسبة للسكوتش اللي غادي تسولني وش غادي بقى عاد اللي سقي لسق اكيد غادي بقى اللي سقي لسق يعني وخضرناه في الماء ما هادي شي برد غادي بقى عاد يلسق على ذاك الساق فهاد الحيلة نصحكم انكم تجربوها لانها رائعة جدا اما بالنسبة للحيلة اخرى فهي كتخص تنظيف البيت يعني الى كانت كتدخل لكم الغبرة فاسهل طريقة هي هادي فالحل سهل ما هلوه تاخدوا واحد قشيرة او للجراب اللي ما تستعملوش وتبقىوا دائما تستعملوه في التنظيف لانه يسهل عليكم التنظيف بزاف لانه كتدخلو يدكم في هاديك تقاشيرا كتدخلو يدكم وكتتنظفو بكل سهولة تدوزو على الغبرة كل هالي في الدار نتمنى ان هاد الحل ينفعكم كما نفعني كذلك بالنسبة لهاد حل اخر بالنسبة لهاد العويدات هادو اللي كانت استعملوهم في الشيواء فهدو كما كنعرفو الى استعملناهم غي هاكاك غادي تحرقو فالحيلة هو انكم تبيتوهم ليلة كاملة في الماء بحال هاكا تخليوهم في الماء ليلة كاملة والغدلي عاد تستعملوهم الي كنتو غادي تشويو وبهالطريقة هادي كنوا اكيدين على انهم غادي شي تحرقو فهدو الحيلة صراحة نتمنى انكم تجربوها لانها حيلة اكتر من رائعة حيلة اخرى بالنسبة لهاد الخضروات فاش نبهو نديروهم في هاد العويدات هادو الخاصين بالشيواء فكيبقوا فاش هكا يطيبو كيدبالو كيطيحونا من هادك العويدات هادو بالاخس اللي استعملنا غي عود واحد فالحيلة هي انكم بديرو جوج اعواد بهذا الشكل هادو كما درت انا ودخلو الخضروات ديالكم بهذا الطريقة غادي تشد لكم الخضروات وخايعني يتشواوا او لا يطيبو ما غادي شي تحولكم فهدي هي الحيلة اللي بنتشاركها معاكم فحيلة اللي هي دكية اما بالنسبة حيلة اخرى هو فاش كيسالي لكم هاد الصابون الخاص بغسالة الاواني اكيد كلكم كتعرفو شي مرات كيسالي لنا مايبقناش وحتى الاخير اللحظة ونعرفو انما مبقناش مهم الصابون او تبغيو انكم تغسلو الاواني ديالكم في الغسالة صورتو لكان عندكم بزاف فمشي مشكله الى ما كانش هادا كيلي يعودو كبديل غادي نحتاجو بيكربونات السودا وصابون الخاص بالاواني باش ننصيبو به صابون خاص بغسالة الاواني اول حاجة غادي نحتاجو تقريبا واحد المقدار ديال ملعقة مملوءة ديال بيكربونات السودا وغادي نحتاجو ندفولو واحد الملعقة صغيرة ديال صابون الخاص بالاواني يعني العادية اللي كنغسلوها بيدينا وغادي نخلطو الكل جيدا وغادي تكون عندنا بحل عجينة كيما اشتو بهذا الشكل هادا هدي نحاولو نشكلوها الى مستطيل كيما اشتو بهذا الشكل باش يجينا في البلاسة فين كانو وضعو الصابون الخاص بغسالة الاواني وغادي نوضعوها ونغلقوه وننخدمو الماكينة ديالنا عادي جدا وكونو اكيدا انه وغادي يتغسلو لكم الاواني ديالكم كأنكم استعملتو هاداك الصابون هاداك فانتمنى ان هاد الحيلة تنال اعجابكم كذلك حيلة اخرى واخيرة هي فاش كان بهو ننضفو هاد ليفييوز ديما كان حيرو باش كخصنا ننضفوهم اسهل حاجات تستعملوها هي هاد السكوتش هادا اللي كان نضفو به الغبرات ديال الملابس ديالنا اسهل حق الطريقة هي انكم تنضفوهم بيهارة كي يلم جميع يعني الغبر اللي كتكون فيهم عالقة او لا شعر او لا اي حاجة يكون عالق في هادو كلافييوز كيتحيدو يعني في تواني يعني ما كتبدليش واحد الجهدو انت هي كتمسحي فهاد الحيلة احت هي كان اعتمدها دائما ومن زمان هادي الناس اللي متبعيني منش حال هادي فالتنضيف را عارفين باللي كتكون اعتمدها منش حال هادي من بداية قناتي فشاركتها معاكم هكا كحيلا نتمنى انها تنال اعجابكم فصفيكن هادا هو الفيديو دياليوم نتمنى انه يكون نال اعجابكم ويلا بغيتو حيال اخرى ما تنسوش تحتوني لايك ديالكم باش يجعوني اكتر نزيد نعطيكم فيديوهات اكتر ونقول لكم مع السلامة ونطلقوا ان شاء الله في الفيديو الماجي يلا باي 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 بسلامة شكرا